علي معلول كمان انتظم في التدريبات الجماعية بعد ما رجع من كاس العالم من قطر بعد مشاركته مع شارك في مباراة وحيدة وبالتالي ما اعتقدش انه مجهد او يعني بدنية ممكن يبقى عنده مشاكل لكن بمجرد ما رجع يعني خضع بشكل طبيعي جدا لبعض الفحوصات الطبية والبدنية قبل ما يتم ضمه للمشاركة في التدريبات وده عشان يتم الاطمئنان عليه شارك في مباراة فرنسا افضل مباراة تونس في كاس العالم وهو الانتهت بفوز تونس طبعا على المنتخب الفرنسي